السبوع عليكم عليكم السلام لو سمعت مع حضرتك ما تعمل يا دوق معي الحب دوق 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 ايوه انا كنت طالبة ثلاث بيزات والأردار متشرف السلق والد اسم حضرتك خالينام الشرقاوي يصبح على خير يا فندم هو مين ده اللي يصبح على خير خال حضرتك يا فندم مش اسمك خالينام حضرتك بتستاذرف ولا هي اسف يا فندم معي بس ان راجع شوات بقنات قدال يا سيدي حضرتك كنت طالبة يا كنت طالبة بيت ذا بيت ذا بيت ذا بسترمة بسترمة؟ ايه اللي اسم الغريب دي؟ ابمعها بس ان راجع شوات بقنات قدال يا سيدي معك يا استاذي خالي فين بقى مشكلة حضرتك؟ دلوقتي المندوب جاب البيت ذا بعد الفطار بقى 4 ساعت ولا المفروض طلبها من بدري اوه اصلا فهم حضرتك المندوب بتاعنا انسان قوي كان فيه سيطة عجوزة عالطريق رح يوصلها البيت قالت له ابن انت صايم والله ما انت ماشى اللي تفتر قال لها حاجة وراها اردر والله قالت له اوتومبيري وفرومني ما انت ماشى اللي تفتر فخاف السيدي دي ذا عقل فقعد بقى عشان يفتر فاتأخر على حضرتك يا فندي انا مالي بكل الكلام ده وبعدين البيت ذا جيالي متاكل منها اصلا انا فهم حضرتك اصلا المندوب بتاعنا انسان قوي لازم يقتم من كل بيت زي عشان يتأكد انه مفيش فاق اي امراض ولا كورونا ولا حاجة عشان لو فاق حاجة يتصاب زي زيكم اهم حاجة عندنا امان العمال وبعدين دواخد مني خمسين جنيه توصيل سوق الظن برضو سوق الظن انا فهم حضرتك يا فندي اصلا مندوب بتاعنا انسان قوي لما بيلاقي حد مؤتدر كده بياخد منه فلوس كتير عشان الفلوس متغرهوش ويتنطط على خلق الله طيب انا كنت طلبة بيبسي مع الأوردر ما جابوش لي لا حضرتك دي مش تغلانتنا احنا بشبتوه حاجة سقعة هنا انت عبيد صح؟ لما مارضة طلبة حاجة سقعة ومرة جاء طلبة حاجة معسل واحنا مش اهواجية يا قبلة طيب انا هعمل فيه كوشاك وحيانا في حقوق المستهلك اسمع حماية المستهلك قبلة بعدين احنا ما نتهديتش وما يهمناش اي حد بقى خايف بعد كل اللي قلته ده ده انا هقفل لكم المطهم عادي عادي اصطنا كده كده اسب الشغل المرضى اصلا